السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أسعد الله أوقات أبنائي وبناتي بكل خير كيف حالكم اليوم؟ أتمنى أنكم بأتم صحة وعافية بإذن الله يا رب معكم معلمتكم منال صالح الغريب معلمة للمرحلة الابتدائية لطلابي وطالباتي المتميزين في الصف الثالث ابتدائي معي في مادة لغتي للفصل الثاني فأهلا وسهلا بكم معنا في حرف الكاف مجالنا المستهدف هو المجال المعرفي مجال المساند هو المهارات الحركية الدقيقة أهداف الدرس الذي نسعى إلى تحقيقها أولا أن يحفظ الطالب وطالب بشكل الحرف ك بعد ذلك أن ينطق الطالب وطالب الحرف ك بالحركات الفتحة والضمة والكسرة ثم أن يستخرج الطالب وطالب الحرف كاف منفصلا وجزءا من الكلمة رابعا أن يسمي الطالب وطالب صورا تحتوي على الحرف كاف أخيرا نصل إلى مرحلة الكتابة ونكتب الحرف كاف منفصلا وجزءا من الكلمة مراجعة لدرسية السابق والمهار التي تعلمناها معا في حرف الكاف قدنا أن الكاف فتحة ما كيف ينطق كا أحسنتم كافتحة كا كا إذا ظهرت الفتحة على الحرف عند النطق فم يكون ماذا؟ مفتوحا كا كا نلاحظ الفم يكون مفتوحا أما كا ضم نقول كو أحسنتم كو كو شوف تكون ماذا؟ مضمومة كا ضم كو من يقرأ للحرف الآن؟ كا أحسنتم كا معا نقرأ الحرف الثاني هنا بالحركة الضم نقول كو كو أحسنتم متميزين أنتم دائما الآن أريد وصل الحرف بالحركة المناسبة هنا لديك كلمة كرسي كو كرسي أي حركة ظهرت على الكاف وكيف نطق؟ هل نطقنا قلنا كي؟ أم قلنا كو كو كرسي نختار الأول حرف الأول أما هنا الحركة الثانية على الحرف جميع الحروف هو كاف ولكن هنا بحركة الكسر هنا ظهرت حركة الضم ما المناسب؟ أحسنتم الحرف الثاني هنا كو كو كرسي كرسي ممتازين ننتقل إلى قصتنا اليوم ماذا حدث؟ نعلم أن حرف الكاف حصل على كنز ماذا حدث معه؟ بعد أن جارتها الفتحة وساعدت وكذلك الضم يحكى أنه كان هناك أربعة أخوة مختلفين يحبون اللعب مع أصدقائهم الحروف الأخت الثالثة اسمها الكسرة ورجلها مكسورة ودائما تتألم وتوزل شفتها للأسفل خرج الكاف من المنزل حتى يستمتع بالجو ويقرأ الكتاب في الخارج ولكن سرعان ما جلس يفكر ويخطط بماذا يترى يفكر ويخطط حرف الكاف؟ دعونا نسمع ونشاهد يجب أن أبحث عن الكسرة حتى أملك جميع أصوات الحرف انطلق وذهب في كل مكان حتى يبحث عن الكسرة وسأل عنها الفتحة قال أين أختك الكسرة؟ أريد أن أعطيها عقدا مثلكم مقابل أن تعطيني الكسرة قالت ستفرح كثيرا إنها موجودة في مزرعة الكيوي مزرعة الكيوي قال شكرا لك سأذهب إليها وذهب حرف الكاف منطلق حتى وصل إلى الكسرة في المزرعة السلام عليكم لقد بحثت عنك كثيرا قالت وماذا حدث؟ قال أريد أن تعطيني الكسرة وسأعطيكي متى شائين من كنزي قالت وهل تعرف قواعد الكسرة يا صديقي؟ قال نعم بكل تأكيد أضعها أسفل الحر وتعطيني صوت مكسور قالت أحسنت إذن تستحق الكسرة وأعطته الكسرة الآن هيا ألاحظ وأقرأ كيف يكون صوت الحرف كاف إذا أضفنا له الكسرة ماذا نقول؟ كي أحسنتم كي كي ماذا لاحظنا؟ ها الشفة تكون ماذا؟ مكسورة أحسنتم أنزل شفتي للأسفل مع الكسرة كي كي كأني أبتسم مع إنزال الشفة كي كي هيا نلاحظ ونقرأ معا يلا كي أحسنتم أبنائي وبناتي كي ها كي كيتاب إذن أقرأ وأردد كي كيتاب كي كيتاب أين حرف الكاف؟ هذا هو ماذا ظهر عليه؟ الكسرة إذن ماذا نقول؟ كي كي كيتاب أحسنتم ممتاز كي كيتاب ممتاز أبنائي وبناتي الآن مع فقرة ألاحظ وأميز أين الحرف؟ الحرف إذا ظهرت عليه الكسرة أي واحد منهم ظاهر عليه الكسرة أمامكم؟ وما لونه هنا؟ ما لون حرف الكاف التي تظهر عليه الكسرة ويقرأ كي كي ها أي واحد؟ ما لونه؟ رائع أنا أسمع هناك أشخاص يقومون بالإجابة بشكل صحيح ممتاز إذن لونه أخضر كي أحسنتم هنا؟ كي ظهرت عليها الكسرة حرف الكاف ظهر عليه الكسرة وينطق كي كي الآن ألاحظ وأقرأ أبنائي وبناتي هيا نقرأ معا ماذا تشاهدون؟ ماذا نسمي هذه؟ ها نحملها نضع فيها بعض الأغراض عندما نقوم بالشراء من محلات التجارية أو من الأسواق ماذا؟ أين يضعون أغراضنا؟ أحسنتم في كيس كيس أحسنتم كيس تبدأ بأي حرف؟ تبدأ بحرف الكاف أحسنتم أين حرف الكا هنا؟ ظهر في أول الكلمة إذن حرف الكاف ظهر في الأول ما الحركة التي عليها هنا الظاهرة على الحرف؟ الكسرة كيف نطق الحرف؟ كيف نطق؟ ماذا قلنا؟ كي أحسنتم كيس كي كيس ممتازين إذن قلنا كيس كيس ممتاز أبنائي وبناتي هيا أشاهد تحدي آخر ما الصورة التي تظهر أمامكم؟ ما هذه الفاكهة؟ ماذا نسمي هذه الفاكهة؟ أحسنتم هي نفس المزرعة اللي كانت موجودة فيها الكسرة ماذا قلنا؟ كيوي أحسنتم كيوي كيوي هنا كي كي وي كيوي أين؟ حرف الكاف من يشير على الحرف هنا؟ حرف الكاف حرف هنا أحسنتم هذا هو الحرف ماذا تظهر علي؟ أي حركة يا ترى؟ ماذا تشاهدون؟ حركة الكسر كيف نطقنا الحرف؟ الكاف قلنا كي كيوي أحسنتم كيوي ممتاز إذن الكسرة إذا دخلتها للحرف تقوم بكسره وصل الحرف بالكلمة المناسبة أمامي حرف كي بالكسرة كي أي كلمة من الكلمتان التي ظاهرة أمامكم مناسبة لحرفي حرف كي؟ بمعنى يكون فيها حرف الكاف ماذا؟ ظاهر عليه ماذا؟ الكسرة أحسنتم هنا الكلمة الأولى كلمة كف هذا كف هو اسم آخر لليد نقول هذه كف الكف هنا هل حرف الكاف هنا ظهر فيها؟ مكسور؟ طيب وين موقع حرف الكاف؟ من يخبرني؟ أحسنتم ظهر في أول الكلمة هل يحمل الكسرة؟ يا ترى؟ هل تشاهدون الكسرة؟ الكسرة أين ترسم؟ أسفل الحرف رائعين إذن نشاهد الكلمة التالية نلاحظوا الصورة تساعدنا في قراءة الكلمة ماذا تشاهدون؟ يبكي يبكي إذن أين حرف الكاف؟ أريد أحد مرفطين ويستطيع مساعدتي أين حرف الكاف؟ أحسنتم هذا هو حرف الكاف أين موقع الحرف هنا؟ ظهر أين؟ في وسط الكلمة رائع وإذن ظهر في وسط الكلمة ما الحركة التي يحملها؟ والظاهرة عليه حركة الفتحة مثل كلمة كف؟ أم الحركة المطلوبة مني هنا الكسرة؟ نعم حركة الكسر رائع أبنائي وبناتي إجابة صحيحة إذن قم بتوصيلها مع كي لاحظوا كيف قرأنا الحرف هنا؟ جاء في وسط الكلمة ومع ذلك نقرأه بالكسرة يبكي يبكي لأن حرف الكاف مكسورا ممتاز أبنائي وبناتي إذن تعلمنا أصوات الحرف ثلاثة إذا قلنا كافتحة نقول كا كا أما كاف ضم كو كاكسرة كي أحسنتم كي كاكسرة كي ممتازين وهذا ما تعلمناه اليوم كاكسرة كي كتاب أحسنتم نتمرن أكثر على قراءة أصوات الحرف وذلك بحل الأنشطة الموجودة في الكتاب ألقاكم على خير بإذن الله أبنائي وبناتي معكم معلمتكم منال صالح الغريب